طبعاً يعني كان نفسينا نتقابل في ظروف أسعد حالاً من كده كما يستحق النادي الأهلي وكما يتماشى مع قدرات لعبته أنا مش عارف نبتدي محرك من فين هل نبتدي من ماتش مبارح في لمينجو ولا ماتش اللي قابليه ريال مدريد ولا من الأول المشوار ولا تحب نبتدي اللي يعجبكو بس إجمالاً لازم نقول نأكد على حاجة مهمة جداً نحن بنتكلم في مشاركة عالمية طبعاً آه يعني مش بنتكلم في مسألة أن أنت معرفتش تتآهل لكذا ما أخدتش كذا أنت بتتكلم في اللي هو قمة المسابقات اللي ممكن تشترك فيها أنت في حتة تانية خالص يا سيد جميل أنا في حتة تانية أنا النادي الأهلي في حتة تانية عجباً بتتكلمه في إيه عشان كده لازم النقطة دي أساسية جداً يعني بنتكلم في أننا ليه أداءنا وليه نتايجنا في الماتشين الأخيرين ما كانتش على المستوى المرجو بس على مستوى عالمي فطبعاً دي نقطة فاصلة جداً عشان محدش يفتكر أن إحنا لما بننتقد إحنا بنلوم لعيبة أو بنلوم المدرب إحنا بنتكلم على رغبة في أننا نبقى في مستوى عالمي وده شيء كويس في حد زيته كمان نبتدي بقى من الماتشين الأخيرين اللي هو ريال مدريد جاريت أنا شوف إيجابي وسلبي إيه دول الاتنين نتيجة المباراتين لا تعبر بدقة عن مستوى الأداء يعني إحنا كان ممكن جداً نادي الآلي في الماتشين دول الطبيعي طبعاً هنقول لا هو أنتوا بتتكلموا في إيه هو الماتش خلص خلاص بس إحنا بنرصد إيه اللي كان ممكن يحصل ريال مدريد أنت كنت لغاية الديئة 87 أو 90 أغاية 21 أغاية 21 أغاية 21 ولما ضاعت ضربة الجزاء بتاعة ريال مدريد أنت خلاص كنت داخل على إن المباراة حتنتهي كده لكن حصل ودي نقطة بقى اللي هي اللي احنا نتكلم عليها عدم التركيز الواضح جداً في واجبات كل لعب يعني إذا أنت لوقتي عايز تلحق تتعادل في نفس الوقت اللازم تكون بتفكر إن ما يجيش فيك أهداف طبعاً وبعين فرقة المهارة يعني مهارة اللعيبة لعيبة الريال من لعبتين بيجيبوا جول طبعاً وده برضو يطرح عندنا قضية مهمة جداً قضية إن إزاي هو بيقدر في دقيقة يليب الهدف وإنت بتضيع أهداف طبعاً فده كله ناهيك عن كميات الميس باس الوافرة اللي شفناها وإن الله تجعلها تهديدات الأخطاء لما تيجي تشتت لعبة دفاعياً ما ينفعش إن هي تترد عليك طبعاً تبقى طريق لإحراز عدف طبعاً فده نقاط كلها لو كانت تعبير دقيق هي تفاصيل صغيرة جداً لكنها مؤثرة لكن الله ينفعش مخدودين على الألم مشوفناش الخطة دي لا لا بالعكس شفنا بصراحة تنفسية حلوة إحنا في أوقات كتير أنت كنت راكب الجيم وفجأة بتلاقي وهو ده الفايصل بقى فجأة بتلاقي تركيزك قال الخطوط عندك اتفتحت بطريقة غريبة جداً يعني مثلا افتكر لقطة الهدف التاني بتاع أحمد عبد قادر شفت هو تحرك إزاي والمهارة والكلام ده كله وبعين بعديها إيه اللي حصل تتكلم على فلامينجو بقى في الحالة دي أبتكلم على فلامينجو أه يعني أنا ده أصوما الماتشين أنا حاس أن هم شبه بعض نقطة التحول مشتركة قصد مشتركة بالضبط ما هو ده ده اللي اللي يخليك تتسائل أنت مثلا في ماتش فلامينجو في توقيت معين أنت كنت اتنين واحد برضو أنت اللي كسبان فإزاي يحصل الهدفين أو التلاتة اللي جم طبعا مش منطقيين يعني بلغة الكورة أنت لو عايز تدافع حتى بعد طرد خالد عبد الفتاح الموقف بقى واضح أن أنت اتنقلت المرحلة تانية اللي هي مطلوب منك دفاع فقط طبعا مش مطلوب ورغم هذا في ظل هذا الدفاع أنت عملت هجمات وضيعت أهداف زي ما بيقوله في كرة القدم اللي يضيع يستحمل صحيح يستقبل ما هي دي بقى المقاتل إحنا يعني أكيد هنمر عليها بس نحن عايزين نقف عندها أنا بديلك اللي هو الهيه عندنا ملف آه تمام لا لا الحاجة تعمله مزبوط باختصار برضو إحنا مع المتش الأول والتاني لا أنت فارق المستوى بينك وبين الفريقين التانيين سواء سياتر يعني سياتر كان عندهم قوة بدنية بسرعة رائعة بس أنت قدرت أنت عندك المهارة وعندك كذا وتقدري تضيعي وما يجيش فيك قدام ريال مدريد وفلامينجو الموقف يختلف اللي هتضيعيه هيتحسب حيتقلب عليك طبعا هيتقلب مباشرة بس في حاجات كده برضو وتاني حرجع وضح إحنا ما بنعلقش أبدا أي حاجة على شماعات مش النادي الأهلي اللي يعمل كده بس في نقاط برضو حاب أتكلم فيها صراحة بما أن إحنا بنتكلم عن الملف ده وحنقفله